اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني ثم تنسيق معناها تام وهناك وحدات مختصة من اعلى طراز كسواء شرطة بالقرجيني او حارس العوينة هم اللي يعملوا معناها بالتنسيق التام والمباشر مع النيابة العمية بالقطب القضائي لمكافهة الارهاب وفي هذا السياق الموضوع يعني الموضوع اللي تم القضاء على عنصر ارهابي اليوم الموضوع هذا محل متابعة وفيه فتح بحث قضائي منذ ستة اشهر والنيابة العمية بالقطب القضائي لمكافهة الارهاب كانت معناها هي التي كانت تشرف على العمل الاستباقي ونحب نشكر زيادة الوحدات المختصة لمكافهة الارهاب الحارس العوينة اللي قاعدة تقوم بعمل معناها هام وهم برشة في خصوص تعاقب العناصر الارهابية لهذا كل دي مكونوا بالتنسيق وتحت اشراف القطب القضائي لمكافهة الارهاب والبرح في الليل اعطينا تعليمات كتابية بالاذن بالاحتفاظ بزوز اطراف والابحاث منذ ستة متواصلة يعني الموضوع محل متابعة ويعني النيابة العمية هي التي كانت تشرف على العملية ذي بالتنسيق التام والمباشر مع الوحدات المختصة وبالتحديد حارس العوينة شكرا على التفصيل هذي وما نحبش نترى اكثر اسألة حول المهم انه قضاء على عنصر ارهابي والقبض على السنين زوز عناصر منذ ستة الابحاث متواصلة الموضوع الاخر هو موضوع متعلق بمصارحة به الهيئة اية الحقيقة والكرامة من تحويل اموال مجمدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية ورجع الاسليم شبوب في تارة اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها انتم قلتوا انه لا اساس له من الصحة ويتضمن مغالطة للرأي العام زوز مؤسات واحدة قضائية والاخرى مؤسة دستورية دستورية اكيد في معركة شكون جيب الفلوس وكأنكم اليوم سابقا ممكن معناها القطب القضائي المالي ما نتصوروش كان يتكلم على الموضوع ذا الا لما توجهت له اصابة الاتهام بالبطء بتكركير بانو الملفات معناها قاعدة مسكرة ومش قاعد يحل في الملفات مش قاعد يبت فاليوم حبي يوري خدمته وفاولا معناها اليوم تكلم على الملف ذا 12 مليون كل مواطن تونسي ما مجاول خزينة الدولة جابتهم قطب القضائي جابتهم معيات الحقاء والكرامة ومجاول تونس هي ذلك لا ما تواجهوا الهيئة الحقيقة والكرامة ما متوجهوش الناتق الراس باسم القطب القضائي المالي لأنه سبق لكون وزارة العدل هبت أصدرت بيان واضح وشافي وأكدت لكونه معناها سلطات القضائية السويسرية أبلغت سلطات القضائية التونسية أبلغت وزارة العدل بواسطة عن طريق الطرق الدبلوماسية استرجاع أو قبول سلطات القضائية السويسرية الإنابة القضائية التكملية وكان رد فعل يعني للهيئة الحقيقة والكرامة وأكدت وهذا ينزيد عودها ونقولها لكونه مش صحيح واكعا وقانونه وسأفسر وسأفسر أولا هذا الموضوع جاء في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن سيد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وقت نتحدثوا على تنفيذ إنابة قضائية فالتنفيذ الإنابة القضائية من يجموش يكون خارج القضاء هذا مجهود قضاء بحث ولا دخل لأي هيئة في هذا الموضوع وأكبر دليل على ذلك أن الفصل 46 من قانون العدالة للهيئة الحقيقة والكرامة يناقذ تصريحات هيئة الحقيقة والكرامة سأفسر بالنسبة للهيئة الحقيقة والكرامة الفصل 46 وقت الإنسان مش يعمل صلح ثم شروط تصلح يجب أن يكون ثم مطلب ثم مؤيدات وثم اعتراف المدعو محمد سليم شبوب لم يعترف أمام هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة الحقيقة والكرامة ما قال سليم شبوب؟ قال أنا إذا كان ثبتا حرفياً إذا كان ثبتا حصول عملية استلاحة وعملية معناها اقترافي لعمل المعين مستعد بشرج على الفلوس ومعناها بالتنسيق مع سلطة القضايا السباسترية فكيف كيفاش تتم عملية الأثبات؟ عملية الأثبات تتم بالاختبارات وليس بلجنة التحكيم والمصالحة والاختبارات تتم عن طريق الإنابة القضائية الدولية هذه منطق وفي بصل ستة وربعين هذه شقول أنا جيت لنا بش نحكي في القانون ندخل نبعد على التجذبات ونبعد على المسئة الأخرى ولكن اليوم تقول لي أنت مش كان نتيجة هو نعم ما عنده حتى نتيجة هذي تنفيذ إنابة قضائية دولية مش الإنابة القضائية هذي هي نتيجة لاتفاق تحكيم ومصالحة لا ثم فرح بين اتفاق تحكيم ومصالحة وإنابة قضائية هذه مجهود قضائي بحد سيد قاضي التحقيق وثم زيارات وثم معناها اتصال مباشر بين القاضي التحقيق وبين سلطات القضائية السويسرية وسأفسر مرة أخرى وانأكد وعليش القطب القضائي المالي تدخل لأنه سبق لكونه هيئة الحقيقة والكرامة سابقا عن طريق أحد أعضائها في برنامج تلفزي على المباشر وقال لكونه معناها ثم أموال بشي تجي عن طريق الهيئة الحقيقة والكرامة فتدخلت مباشرة وقلت ذلك رو مستحيح ثم إنابة قضائية ونتيجة لذلك تدخلت سلطات القضائية السويسرية وذلك نحب أقوله اليوم وعبرت عن الانتعاض ودم سيد قاضي التحقيق وأكدت قالت نحن نتعامل في إطار قضائي بعد فشكون الهيئات اللي قادت الدخل فكان جواب سيد قاضي التحقيق جواب الحكمة والعقل ورصانا لأنه نحن كاقضات نحترم مؤسسة الدولة قال حرفيا نحن ما ندخلوش في مكونات المجتمع المدني واليوم نستغرب في هيئة الحقيقة والكرامة مرة ثانية تقول تم استرجاع المبلغ هذية في إطار معناها لجنة التحقيق والمصالح حاجة أخرى أسبق اللي كونه هيئة الحقيقة والكرامة انتقدت في تالي فقيد تحكيم المصالح وبالتنسيق معها سيد الهيئة الحقيقة والكرامة وسبقوا كونه انتقدت سيد المكلف العام بدنزاعة الدولة في عدم تمكينها من رقم الحساب السيد المكلف العام بدنزاعة الدولة مكن سيد قاضي التحقيق الأول المتعاهد بالملف من رقم الحساب ونتيجة لتمكين هذا تم الاتصال تم الاتصال بسلطات القضائية السويسرية وأكبر دليل على ذلك اللي كونه البروكورور الفيديران السويسرية معناها أمرأة جاءت للقطب القضائي وفيه معناها زيارة مباشرة واتصال مباشر مع قاضي التحقيق الأول وأكدت معناها اللي كونه نحن من تعامله كان مع السلطات قضائية تونسية ولهذا تقول لي انت عليش القطب القضائي المالي سمعني سيبو بخير بس المحكمة الدائية والقطب القضائي المالي يقول الكراو سليم شويبو معتار رقم الكونتوم تاعه هذا في سويسرا كان بعد مذا صح لتفرق ما فماش لأنه الفصل ستة وربعين زيد نرجع من قانون الهيئة الحقيقة والكرامة يشتري ثم ثلاثة شروط أساسية جوهرية متزامنة متكاملة مطلب مؤيدات بلوس اعتراف الاعتراف لم يكن سيئة سليم شبوب لم يعترف أمام هيئة الحقيقة والكرامة قال إذا كنت ثبت اللي كونه ثمت تجاوزات انت حمل مسؤوليتي ضمق الاثبات يكون عن طريق الاختبارات عن طريق القضاء وعن طريق السلطة القضائية وهذا مجهود قضاء بحث لا دخل لأي هيئة في هذا الموضوع الموقف كان من الهيئة العلمة الهيئة الهيئة الحقيقة والكرامة وفي علاقة بالمبلغ اللي تعتبره تقول الهيئة الحقيقة والكرامة أنه جاكة تصفقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المبرم من تاريخ خمسة مائة الفين وستاش بين الشخص المذكور استمشيبوه بصفته مرتكب بانتهاك فساد مالي والمكالف العام مزاعة الدولة في حق الدولة بصفتها مضرة يعني حاب نعرف عليش الهيئة تكذب يعني عليش تكذب لا لا عليش خلناها تقول كلام والله الكلام هذا ياسيبو بكر توجهه لهيئة الحقيقة يذولي معركة تقراءة قانونية لا لا أنا قلت لك القانون أنا نتحفظ أنا قاضي نحترم مؤسسات الدولة ومؤسسات الدستورية ودوري هو احترام المؤسسات ولكن ولكن تقول لي أنت علاش القطب تتكلم لأننا نعمله بصمت ياسيبو بكر نعملو بصمت ولكن وقتها يزمنا نتكلم وراو بش نتكلم وراو بش نوالي ونتكلم معاش نسكت لا لا في نتاق واجب التحفظ لأنه لإنسان وقت اليوم يجي فكلك صلاحيات متاعك ولا تحاول بشتركب على حدث هذي مجهود قضائي بعد هذي المش مقبول وهذي معناها اليوم امتعاد الزملائي الكل في القطب القضائي المالي ونيابة العومية والقضاء التحقيق باعتبار لكونه ثم معناها تهميش وإقصاء معناها لجميع الإجراءات اللي قاموا بها والمجهودات الجبارة اللي قاعدين يقوموا بها سادة قضاء الإقافات الأخيرة مثلا في تار الحملة الأخيرة سميها بالأيدي البيضاء الحرب على الفساد كذا اللي انت قلت معنا حتى علم بهذه الاتفاقية هل هي تهميش وفكان صلاحيات القطب القضاء المالي لا موامره ما كان تهميش وموامره ما كان فكان صلاحيات ذايا معناها ذايا قانون معناها طوارئ معمول به تبقى قانون ثمانية وسبعين وسلطة التنفيذية في شخص يعني سيد وزير الداخل لي أمار الصلاحيات وتبقى الفصل خمسة بالنسبة لسلطة التنفيذية ثم سند قانونية تمدو في معناها اعتماد حل طوارئ موهوش فكان موهوش معناها لا فكان ولا تهميش كل واحد هذا جاء على خلفية البطء الشديد في عمل القطب القضائي المالي هذا القطب اللي مانا فروض انه مش حقق في التجاوزات المالية والمخلال معناها القضايا الكل اللي عندها طابع فساد مالي باي الى اليوم انا ما سمعتش قضية تم البد فيها في علاقة معناها عند القطب القضائي المالي مالي تعمل باي سيبو بكر مالي انا ولي دوري كل معناها الطرار صادر عن دائرة جنائية بش نبدأ نقول افاد سيد سوفيان سليتي ناطق رسمس كذا بلا بيش تفسروا الاحكام الصادرة عن دوائر جنائية بمعقبة جنائية بتونس المتعلقة بالفساد الاداري والمالي والاخذات صادرية كبير برشا على مستوى المنابر الاعلامية وعباد ناقشة معناها كيفاش احكام يتم اكساها بالحكم بالنفاذ العاج كيفاش القضاء الدوائر جنائية كيف تتعاهد سيبو بك خنبسطوا نفهم المواطنيين تتعاهدوا بمقتضى قرارات صادرة عن دوائر اتهام اللي هي بمقتضى قرار صادرة عن قضاء التحقيق تقول لي بطء نقولك صحيح ولكن سأفسر عليش ثمت بطء ثم تفسيرات موضوعية البطء هو في النظام الاجرائي في تونس مجلة الاجرائيات الجزائية ونحن كان يبو عمية عندما نأذن بفتح ابحاث تحقيقية فسيدة قضاء التحقيق يعني يتم استنتاق احد المتهمين يتم اتخاذ قرارات يعني صادرة عن سيدة قضاء التحقيق ويمكنوا اتعى المجلة الاجرائيات الجزائية نحن نعملو تبقى للي القانون وتبقى للي مجلة الاجرائيات الجزائية فاذا كان شخص او متهم يطعم في قرار معناها قدام صادر قدام سيدة قاضي التحقيق سيعطل دونك اذا مش من صناح اما امنتش رؤوس الكبار رؤوس الكبار ما تتقلش في البلاتويت رؤوس الكبار يزم تكون في الملفات وهذا هو الفرق هذا هو الفرق من بين الاعلامي او المجتمع المدني والقاضي القاضي لا يتعامل مع الاشخاص يتعاملوا ويتعاهدوا بملفات ويتعاهدوا بافعال يجرم القانون ملفات نتوما تجيبوا تجيبوا تمشوا وتعملوا التحقيق تحقوا نحن الخطورة على الاساس ما لا تم ايقاف الاشخاص هذوما على معنى القانون الطوار لا تنجم تسل سلطة المتجم أنا من دخلش في صلاحيات سلطة تنفيذية أنا قاضي وأنا أقاضي وأحترم مبدأ الفصل بين سلطة تنفيذية هي لاخذية القرار ولا علم لي بهذا الموضوع هل بطء هذا علش البطء هذا ثم أسباب موضوعية كون طبيعة القضايا أولا سيدة قضاء التحقيق بالقطب القضاء المالي يتعاهدوا بقضايا يعني اقتصادية ومالية وكذلك يتعاهدوا بقضايا جرعم حق عام في نفس الوقت واليوم معناها ثم بطء في نتيجة الاختبارات لأنه كترجع للتعريف حتى الفصل الثاني من القانون الأساسي المتعلق بإحداث القطب الاقتصادي المالي هي جراءة معقدة وجراءة متشعبة تستوجب الاستئناس بالخبرات ومعناها الخبراء الفنيين وهذا هو البطء لأنه سيد قاضي تحقيق وقتا يعطي إنابة للسيد معناها الخبراء الفنيين تتعطل ولهذا جاء القانون لتفادي هذه الأسباب المتعلقة بالبطء مثلا اليوم لا بد وسيد رئيس الحكومة مشكور وتلبارع جاء مع سيد وزير العدل ومعناها في خصوص الأسناد يعني الأوامر التطبيقية المتعلقة بالخبراء الفنيين والخبراء الماليين لهو يساعد ياسر على السرعة والنجاعة خاصة في البطء في القضايا الفساد لأنه كنا نرجع القانون هذا القانون الأساسي المتعلق بإحداث القطب الاقتصادي المالي نص صراحة على ضرورة الإسناس لأنه جرائم يعني جرائم الاقتصادية رأوا جرائم متنوع أو جرائم الشعبة وترتكب في تونس وعندها آثار حتى في الخارج وهذا يما يستوجب معناها الإنابات القضائية وكذلك الخبراء الفنيين وبالتالي البطء هو أولا في نظام الإجرائي في تونس وكذلك في الاختبارات اللي قاعدة تتعطل ولهذا نحن بش نعطيه البديل وبش نكونوا إيجابيين أولا تفعيل القانون الأساسي المتعلق بأحداث القطب الاقتصادي المالي في أحداث الخبراء الفنين يكونوا على ذمة القطب القضائي المالي وكذلك توسيع هذي يسار ولا هذي يعني مؤخرا مؤخرا جاء سيد رئيس الحكومة وثم كذلك دور المجلس الأعلى القضاء في التعجيل في تعزيز السيد القضاء اللي يخدم في القطب القضاء المالي وخاصة وخاصة الاستمرارية الاستمرارية لأنه اليوم يساعد ومعنى سبب موضوعي يفسر البطء في التعاتي في القطب القضاء المالي وكل قاضي يكركر ملفاته معها معناها رسالة يجب يكون ثم استمرارية ويجب يكون ثم تخصص لأن القاضي وقته يبدأ يتعهد بالملف يتفاجأ بعد عام ولا عامين يلقى روحه في محكمة أخرى ولهذا اليوم معناها ضرورة اللي يحفظ على الاستمرارية في خصوص المجلس على القضاء روي زمن 15 قاضي المجلس على القضاء اليوم اليوم موجود في القطب القضاء المالي هذا هو الحاجة الإيجابية الإيجابية جدا وقته ندينا لضرورة التعجيل اليوم للمجلس على القضاء ثم أعظام مجلس على القضاء مشكورين وتفضلوا قاموا بزيارة رفقة سيد وكيل جمهورية ورئيس المحكمة ومشاوا القطب القضاء المالي وشايفوا الظروف يعني تعزيز الجانب اللوجستي من كتبة لأنه اليوم ساعات تلقى كاتب عنا سبعة كاتبة بسبعة قضاء تحقيق اليوم يغيب كاتب تتعطل أمور تعرف مجلس الإجرائيات الجزائية أعطاه صلاحيات كبيرة برشا للكاتب لابد من تعزيز الجانب اللوجستي والبشري التحفيز سيد القضاء التوفير الحماية الأمنية الفصل ستة ليهم مش موجود كما مش موجود في القطب القضائي المكافحة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون ثم إستجابها وأنا أعتقد سيد رئيس الحكومة معناها كما قلت لها جايو وتفاعل معناه إيجابيا مع الإمكانيات المجدية واللوجستية وضرورة التحفيز وضرورة تجهية وضرورة التعزيز يعني القطب القضائي كما قلت لك هذي مش رئيس حكومة فقط ولكن سلطة تشريعية سلطة تنفيذية وناس كلهم نتعاون في مقاومة الفساد الشيء اللي نحب نأكده اليوم ثم معناها كذلك التفكير في أسند خطة الجيوش دوليزان ذي قاضي الاتصالي ذي موجود في أغلب الدول في أغلب التجارب تقارب في فرنسا إيش معناها قاضي الاتصالي ذي الجيوش دوليزان يسهل تنفيذ الإينابات القضائية لأنه في القطب القضائي المالية عنامية إينابة قضائية صادر عن سادة قضاء التحقيق ولم يتم تنفيذ الإينابات القضائية دون كذلك اليوم من هالمنبر متاعكم اليوم دعوة لمعناها للسلطات الأجنبية باشتتفعل إيجابيا مع الإينابات القضائية الدولية الصادر عن سادة قضاء التحقيق وحمد الله اليوم السلطات القضائية السويسرية تفاعلت مع السلطات القضائية التونسية والسلطة القضائية فحسب وسليم شبوم يذولي اليوم أكد المسألة هذية ونزيد نوضح اللي كونه حتى البركورور الفيديرال في سويسرا وقتا كان موجود أعطينا تطمينات أعطينا تطمينات لأنه كانوا عندوا فكرة اللي كونه القضاء تم تحتشفي وانتقام قلنا لها ثم محاكمة عادلة ثم حق الدفاع والمحاكمة العادلة إذا كان معناها ثم محاكمة عادلة ثم احترام لحقوق الدفاع فبطبيعة الحال ثم ثقة في السلطات القضائية شكرا سوفيان سليتي نتقرسني باسم المحاكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي وقطب القضائي مكافحة الأرهب شكرا جزيلا شكرا مرحبا شاية طيبة